موقف جميل بين شاعريني كبيرين اللي هو أحمد الناصر الشايع وابن عويس سليمان بن عويس أبو خالد يغفر له ويرحمه ويغفر لجميع موته المسلمين يجي لاحتفالات الزواج على استحيان ما هو بيعلم الناس النجاي وما هو محب للظهور الإعلامي ما يحب الظهور ولا يعلم الناس ويذكروا له أن محاورة في الدرة محاورة في الاستراحة الفلانية فيجي ويجلس في جهة من الجهات فمرهم المرات جاء وخذ جهة وتعرف طبعا شخصيته وساكت جاء واحد لما أحمد محاورة طبعا كان في أحمد الناصر فيها إبراهيم المنصور فيها صالح المنصور فيها صالح الناصر الحمدان كامل ونعم بالجميع شعراء يعني يضفون على فجاء واحد لما قال لأحمد الناصر قال ترى ابن عويس موجود وان يقول لهم شو انه مرافض قال بها القاعة قال يزهروا خلوا بس خلوا وان يطبر على المايك قال أنا والله مذكر عادي لكن الشطر الأول يقول نبى الشاعر ابن عويس ليتي يشد الحيل جاب وكمل طبعا البيت ما أخذنا يمكن ثواني إلا ابن عويس بين الصفوف مع هرد جايك قال أنا مستعد لك بأول الليل واتلى الليل ولكن تثبتك أو لا ترسي السيلة أو لا تضغط السيلة أحمد الناصر ذيك اللحظة والله العظيم أنه جلس من الضغط على الكرسي وكانت من أجمل المحاورات طيب تلك الرحيم